موسيقى السلام عليكم يا شباب مرحبا بك في الفيديو جديد طيب يا شباب اليوم رجعت لكم فيديو شو فيديو العيد كل عام وانتوا بألف غير يا شباب واليوم زي ما شايفين تشوفي عندنا حركات وكزا وصلني دي يا شباب صندوق مشهول من شركة جيربست وانا حقولي انه فيه شغلات كتير كتير وحلوة باليوم رح اشوف اي شغلات والله هاي المرة ما بعرف ولا اي شي عن الصندوق ولا حتى حبة صغيرة وكتير متحبس لاشوف هاي العادية مسامل مميليش مقطع كل عام وانتوا بألف ألف 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 مليون خير هنجد كتير مبسوط انه هل اصرنا يا شباب قديش اكتر من نص مليون واحد يا شباب وواحدة فانتوا مو واحدة بس انتوا اكتر من هيك وكتير انتوا اخوات واخواني يا شباب فكل اياتكم تشوف بدي اياكم دائما 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 تنسوا مش مش رواني الكومنتات كل عام وانتوا بغيروا تكتبوني قصص بصير معاكم في العيد وهي الشغلات لان دائما في فيديوهات العيد بضلني اشوفها وكذا طول السنة وطول السنة بضلني اقرأ التعليقات رح اضلني اقرأها كلها والله شوحان الوقت لانه نفتح الصندوق واخيرا يا شباب فتطلعوا ايه مكدوب عليك كل عام وانتم بغير والله يا شباب كتير بتحمس لاشوفه خلينا هلا شو نفتحه وتشوف شو الهدية اللي ممكن تكون بقلبه يا شباب اول شي خلينا نشيل كل عام وانتم بغير واللزقة في مكان ما عجنوب بخلينا نجيلها هيات اولكم خلوها بتعرفوا غلونا نفتحه وايك دغري والله يا شباب انه عيد طلع شيء استوري باذن الله ولسه لسه في مفاجآت في العيد باذن الله وخبيلكم مفاجآت للعيد هنزلكم اياها بعد شوها شوها يا شباب والله قلينا ابلش بالفتح يا حبيبي مجهز لمقاص مجهز كل شي يا المرة بالعادة كل شي بروح مجيب المقاص بروح مجيب شغلة بروح مجيب شغلة بس المرة دغري مجهز لاني بتحمس بتعرفوا انه هاد الصندوق عنده تقريبا نسر له عندي اربع خمسة يوم ولكن هقول لي لأ بس بالعيدة بتفتحه فهلا حتشوف اللي نفتحه وتشيل غراض ورا غراض ورا غراض بس مبين انه فيه غراض كتير يا شباب الغريب يعني هو انه حجمه مقانونة بالسندق التانية يعني بتقول انه اكبر شوية صغيرة ولكن ما زالك بتشوف شو الغراض اللي فيه والله ما عم فيه غراض انا ما قدري تشوف غير الغراض الاول وغلينا هلا تشوف الغراض الاول ما بعرف شرحة شو هاد شوف ممكن يكون هذا والله غريب حاطين لي معقول ماوس والله يشوف غريب ما بعرف امدا شو ممكن يكون بيه خلينا نطلع وتشوف تعرفوا انتوا شوفوا قبلي شوفوا قبلي وكتبوا لي بلي كفيتات شو خلينا نشوف مع بعض والله ماوس ولله عم جيت طلع ماوس ولله حزرت صح ليش كل كام ماوس عندي كل شو ببعتولي ماوس جديدة يا شباب أوه ماوس لاسلكي والله يا شباب اتطلعوا ماوس لاسلكي ولله نايس الماوس اللي عندي هلأ صار سلكي الماوس اللي سلكي ابصر شو صر لو خرب فهلأ صار فينا شو نشتغل عماوس شو لاسلكي والله علي يا شباب خلينا نجو فر اللي بعده طبعا اللي بعثين لشغلات منوعة كتير شو اللي بعدها بنفتحها يبدأ أفتح أخر شيء والله كتير بنحمس له وستجوب الشغلات الثانية اللي بصدق بعدها بنفتحها يا شوف والله نايس من هيك البداية كيف رح يكون لقدام والله كتير حلو هي الشغلة اللي حالة أسطورية بس هلأ التحدي شو هو إنه أقدر أمسك وأحس فيها شباب بدون ما يعني يعني أحاول أحذر شو هو الشي بدون ما أشوفه بغلينها لأ أغمض عيوني وأحاول أحذره كرتوني طيب كيف بدأ أحذر شو فيها والله ما بعرف شو هاد خلوني أجرب أفتحه يارب يارب ما يكون شي سيء يارب يكون شي منيح والله شوف شي غريب لما تحاول تكشف شو الشغلة لحالك خليني نفتحها طبعا أنتو عم تشوفها المفروض أنتو بتعرف شو هي بس أنا لسه ما بعرف خليني نطلع بهدوء ونحاول نستكشف شو هاد وات شو ممكن يكون لا شو هاد والله شوف شي غريب لما تكون مغمض عيوني كتحاول تمسك شغلة والله شو هاد والله ما معرف استنوا شوي لحظة لا تقول لي بطاريات والله قدرت أعرف هاد طبع البطاريات والله شي نايس وات شاحن بطارية على اليو اس بي شو هاد وات شو هاد الشغلات اللي عم بعتول إياها والله الشغلة غريبة أصلا أصلا حتى وجوبت العلمة ما كنت حقارف شو هاد فكل الشغلات حطلوا قواب الوصف يا شباب هاد شو؟ فاعطلك الروابط مع واحد واحد وبنشوف السندق حيبحكولي حيبعتولي السندق غموط ثانية فأنا كديروا تحمسني هاهاهاهاها هادا شو؟ هذا طبعا ما كنت حقدر أحذر يعني إلا إذا فتحتو فبننشوف اللي بعدو إذا حقدر والله كلهم عاليبين استنوا والله غريب خلوني إذا هيك شو نطلع واحد وهالمرة كمان نفس الشي نعمل والله كبير والله كبار الشغلات اللي يضلوا خليني نطلع هاي طلع هذا كيس يا شباب ونحاول هالمرة أحاول أشوفه والله يا شباب ما في أمل والله يا شباب تطلعوا شو بعتولي والله عن جنت بعرفوا الشغلات اللي محتاجة والله العظيمة هلأ أنا بعلق الموبايل على هاي القديمة ولكن هلأ شو صار فينا هاي شو هاي بتعلق عليها الموبايل والله كتير حلوة طلعوا هاي بنحط هيك الموبايل عليها وبتعلق وبتصير تصوير أو بتمسكها بإيدك وبتصير تصوير وكذا فكتير شكلة حلو ورهيب يعني بتحزها اوه طلع كمان بتميل وكذا والله ما أقول أعرف كيف يستغلوا تطلعوا كتير 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 مرينا ويعني بتحرك عكافك بتقدر تلزق عالطاولة استنوا استنوا لا والله ما بتلزق ايه بتلزق لحالة لأنه هادا النوع يا شواب شو؟ النوع اللي بلزق عالطاولة بزا كنت تحطه بوضعية ضابطة فبتلزق والله شي ممتاز طيب شو الشغلة الثانية اه هاي اللي شو هاي المسكة مش هاي يا شواب بنحط عليها من هون وبعدها نتحط الموبايل فيها فهي شغلة كمان حلوة هاي شغلة علوة والله بتحمس لأشوف الطيارة يا أخي بدأ طير بدنا نطير يا شواب والله في كتير شغلات حلوة هلا هادا يلا هلأ بنعمل التحدي مرة تانية خلينا نحاول نشوف هادا التحدي يعني ما عم بعمله هلأ جدا هالمزبوط لأن الشغلات اللي ما بعملتها كلها هاتب بصندوق وغريب تعرفوا ماوس طيارة تانية بتمزحوا معي واو والله يشوف بأحل ومكتب عليها بالعربي كمان الصناعات وفقا للمعايير العالمية والله يشوف طيارة تانية طيارتين طول عمري خلمة إني أشغل طيارة وصل لي معاها بس وصل لي أكتر ونعادة نجوف شوف حصلة كمانп مش هكذا hack بشغلJo ليشوف والله ما معرفش هاشهاد يا شباب هذا اللي بنحط على الموبايل من وراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شو هي الشغلة يا سيدي يا شباب والله غريب ما بعرف شو هي الشغلة يا شباب مكتوب شغلات بالصيني بس بالصيني ما في انجليزي والله ما في انجليزي بس الشغلات مكتوبة بالصيني هون خلينا نشوف من ورا مثلا والله كله صيني صيني خلينا نشوف هون هاي بتلزق عالموبايل وبتنكبس يا شباب بس ما بعرف الكبسة كيف تشغلها في طريقة ما يا شباب بتوصلوا هادا بالموبايل وبتصير يمكن تشغل وتطفي الموسيقى والأغاني وتعلي الصوت والطيم كم من هاي الكبسة بتقدر تزبطها كيفك ما بعرف هاي الشغلة بالذات ما بعرف الشغلات التانية كلها معرفة يا شباب لهك هاي ما بعرف صراحة ما متأكد منها ولكن بدنا نشوف شو بتعمل هلا نشوف الشغلة طلعا شو بعطين لي بعطين لي فلاشة يا شباب والله فلاشة بتعرفوا اخر مرة استخدمت فلاشة لما زمان لم نقردوا على العلم كل الناس أكيد تستخدم نت وانتو بتستخدموا ليس فلاشة من لاحظة انتو ما بتسموها فلاشة علي أغلب بلدكم انا انا من سوريا بتسميها شو فلاشة انتو كتبولي شو بتسموها يا شباب بلدكم حتى بسوريا مهم كلنا منسميها فلاشة فما معرفة كتبولي انتو شو بتسموها هاي اللي بتم وصل بالكومبيوتر لأنو بدي أعرف كيف شو عحكي للناس انو شو وصلني بلهجتن خلي نشوف هاي الشغلة الأخيرة اللي هي اهو وصلت ايفون مع أن يوم ما عندي ايفون ولكن ارى اغطوني وصلت ايفون شكر إنجيربه gros وظلت الشغلة الأخيرة الاخيرة اي لا الأخيرة اي طبعا بالأخير هلية لما يعرف شوها كمان هالمره كلها اعتوى هدا اسمها صندوق الغموض ونشوف هيه الأن git تكون خلين ما بعرف شو هاد الشي يا شباب فيش شغلات ملونة او لا شغلة والله يا شباب ما بعرف شو هاد وات لعم بتقولي شغلات غريبة شو هاد شو هاد اصغر صندوق غريب بحياتي بوصلني شاهد صندوق الصغير والله يا شباب ما بعرف صندوق كتير صغير وغريب وما بعرف انفتاح بتسوى له الشي اوووو يا شباب هادا 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 بتعرف شو هادا؟ هذا زي يا شباب بفل على الاغلاب بتوصله أو بتعلقه طلعوا بتقدر تعلقه في مكان ما والما بدك بتعلقه وشو الحلو فيه انك بتقدر توصله على الاغلاب بتلفزيون او او كمبيوتر او حتى موبايل صغير وبعد ما توصله كيف ما وصل اسلا؟ بطريقة ما بتوصله بهاي يا شباب بعدين بتوصله بالكمبيوتر او بتوصله بال... ما بعرف حي الوصلة الشو وبعدين شو بصير عنا زي اصغر انبي ستري بالعالم يا شباب يعني هادا شو بطلع لنا الاغاني والموسيقى واللعاب والموسيقى الشغلات تطلع انتش صغير والله صغير صغير كتير كتير حاس حالي عملاق وماسك شغلة هيك صغيرة فالشي عن جد مضحك وملون الوان كوسكوزة اوكي يا شباب زي ما شايفين طلع معاي اصغر كاميرا بالعالم وانا شو اعدت فلسف وموسيقى صغير وكزا بس اسف لاني عم بترج لانه ماسكة بيدي يا شباب واناكا زي ما شايفين طلعت اصغر كاميرا بالعالم والله رهيبة ايه نخلق شو حال الوقت لانه نجرب الشغلات الاسطورية هدون شو حطلهم كلهم عجنب 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 اذهبوا شميعا من هنا لانه حان وقت الطيارات ترى والله شباب محتار انا واحدة ابلش اول هاي ولا هاي تنتين انسطوريات والله عن جد احلى هدايا استنوا نشوف هاي اه هاي فيها ميزات اكتر على الاغلب يا شباب هاي فيها ميزات اكتر لهيك خلينا نبلش شوف الضعيفة بعدين بالقوية حتى هاي فيها ميزات والله كتيرة والله التنتين فيهم ميزات عالية والله غريب يا شباب وعد فيها اضوعه خلونا نبلش بهي يا شباب خلونا نبلش بهي خلص لانه هاي طلعت لنا اول شي فخلص يعن القضاء والقدر نالاشم شو نرضى فيه ونرضى نفتح هي خليل نفتحه ونشوف شو ممكن او كيف ممكن تطير خليل نفتحه بسرعة 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 افتحه ايه الورع افتحه ايه نطلع من هون ونشوف والله صغيرة صغيرة بس شكلة قوية خلينا نشوف هون بتقدر توصل كيف بدها وصلة طايرة اه على اغلب بدها شحن وبدك تركب لطيارات اه هي اذا انت بدك تركب لطيارات بس ما بدك عادي مو مشكلة ويل اوو جايستيك انا افكر على الموبايل بتشتغل تشغل على جايستيك صغير يا شباب والله رهيبة شكلة خلينا نحطه هون بعدين نشوف بس على الاغلب بدي بطيارات صح؟ لا تقول لي بدي بطيارات ما عندي بطيارات خلينا اتأكد نفتحها من هون والله اذا بدي بطيارات بدي احاول اقل بالدنيا لو اجيب بطيارات خلينا نفتح وندور على طلع لي كل شيء انزل 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 هي نزل لهذا المفتاح ليش هذا المفتاح نزلته يا شباب لانه لازم نفتح هون ونشوف كيف طريقة نشغلها فحلينا نحاول نشغلها وبعدين نشوف ايجا اتشتغلوا لا والله كتير من تحمس له اوه زي ما توقعت يا شباب طلع بالدبطاريات طيب خلص خلينا ندور عبطاريات يا شباب واذا لقيت برجع الكن لا يا شباب بتعرفوا حصل اللي كنا خايفين منه يا شباب اتطلعوا بدي هي ثلاث بطريات واني معي بس بطريتين وكمان فيه شغلة هون بدك توصل هي بهاي بس هي وصلة سهل بس انا ما معي غير بطريتين فلفيت الدنيا كله وما لقيت غير هاي البطريتين فهي الطيارة ما حنقدر تشغلها اليوم بس موعدكم المرة جاي مية بالمية رحنشغلها بس يكون في عنا هيك صندوق قمود تاني لانو حقولي انو حنبعتلك كم صندوق قمود تاني فهلأ هتشوف هادي هتطيارة تانية ونجوف يا عرب يكون بس بدي بطريتين اذا بدي بطريتين حيطلع الوضع ممتاز وقت حتشتغل عنا بدون اي مشاكل وغلونا نفتعها يا عرب يا عرب بس بطريتين والله سبا والشي chelly خايف منو انو تكون بدي بطريات كتار خلينا شو نفتع بسرعة افتمع ايها الصندوق اوفتمع افتمع اوكي هاي منفتع الصندوق الزكى والصغير ذكى اوه والله عم بيوع منو شغلات نغرب أه والله هي منظمة ومرتبئ أكتر كيف观نتفقعت خلينا نشوف ولكن في ايها شغلات غريبة مب Sams for what is happening خلينا نظلع حوا نصلعه ونحطهم انا عزنا بعدين شون طلع طول الطيارة بدأ أشوف هل هي بده ثلاثة ولا اثنين لااااااااااا. عالأغلب بده ثلاثة يا رب الثلاثة كبار إذا كبار أنا عندي كبار يا شباب ولكن عندي صغار ما عندي غير اثنين فقلينا نفتح من هدوهن هون نشوف إذا عات شتغل ولا لا يا رب يا رب يا رب كلكم يدعوا معك يدعوا معك خلينا نشوف هل هي تزبط ولا لا لا sieht ثلاثة اصغار بدأ والله حرام! والله كنت كتير متحمس له! شو أسوي يعني؟ الدنيا ليل! ما متل أطلع كمان أجيب شي يا شباب! والله حرام! يلا يلا يلا! يلا بمشكلة خلص! المهم قدرنا نشتكشف كل الشغلات اللي هون! خلونا نسكر هذا هلأ بجديد! ونشوف الطيارة! أصلا طيارة ما أشوف تشكلها! هلأ منقدرنا نشوف شكلها مع بعض يا شباب! خلونا نحط هذا على جنب! ونحط أي! بعدين نطلع للطيارة! الطيارة الطيارة! طلعوا الطيارة شكلها غريب! والله ما أمعرف كيف تطلع يا شباب خايفة خربة! خايفة خربة! والله صغيرة! صغيرة بس شكلها! والله يا شباب بدي أجرب طيرانها! بس للأسف ما عنا! ما عنا شي اللي بشغلة! يلا بمشكلة يا شباب أدون! المرة جاي هنقدر نجربن! وعن جدي يا شباب هلأ بدي أعيد عليكم كل ياتكن! وأحكي لكم كل عام وأنتوا بألف ألف ألف خير! من كل قلبي يا شباب! عليكم كل ياتكن! واحد واحد! واحدة واحدة! قولها ما أنتوا بألف خير! واجبتكن تشوفوا فيديوهات كتيرة هيك في اسكام! ويعني بجرب شغلات! واجبت في اسكام ويجواب انواجينات وكذا! شو! دائماً اللايك يا شباب! مشان أقدر أعلم! اجبتكن بتحبواي الشغلات ولا لا! ويلا واتوا عليكم! سلام عليكم! سلام عليكم! سلام عليكم! اشتركوا في القناة!